شاهدين أثار تعيين الحكومة الكندية مستشارة مكلفة بمحاربة الإسلاموفوبيا أثار اهتمام مواقع التواصل الاجتماعي والعديد من المنظمات في مختلف أنحاء العالم إذ اعتبره العديد من المراقبين خطوة في الاتجاه الصحيح وعينت كندا أولى ممثلة خاصة لديها معنية بمكافحة الإسلاموفوبيا والعنصرية المنهجية والتمييز العنصري وعدم التسامح الديني وهو منصب استحدث بعد سلسلة هجمات استهدفت المسلمين مؤخرا في البلاد وأشاد رئيس الوزراء جاستن ترودو بتعيين الغواب الذي رأى فيه خطوة مهمة في إطار محاربة الإسلاموفوبيا والكراهية بكافة أشكالها وأضاف أن التنوع من أعظم نقاط القوة لكندا لكن بالنسبة للعديد من المسلمين فأن الإسلاموفوبيا مألوفة جدا وعلى مدى السنوات الأخيرة استهدفت سلسلة وهجمات دامية مسلمي كندا نتابع موسيقى 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 المترجم للقناة مشاهدين للمزيد ورحب ضيفي هنا في الستوديو دكتور عثمان عثمان الإعلامي والباحث بشؤون المسلمين في الغرب ورحبك دكتور عثمان بداية كيف تقرأ هذه الخطوة من قبل رئيس الحكومة الكندية بتعيين مستشارة لمحاربة الإسلاموفوبيا شكرا جزيلا لك على هذه الاستضافة كما أشكر المشاهدين الكرام على حسن المتابعة بطبيعة الحال هذه الخطوة لاقت احتفاء كبيرا وترحيبا واسعا من شرائح واسعة حقوقية ومنظمات حتى رسمية سواء داخل كندا أو خارج كندا لهذه الخطوة من أهمية هي خطوة جريئة بطبيعة الحال لمواجهة الإسلاموفوبيا لمحاربة هذا المرض الذي انتشر لإطفاء حالة من الهدوء على الواقع الغربي بشكل عام وهي خطوة بطبيعة الحال ملهمة لبقية الدول الغربية لتحذو وحذو الحكومة الكندية بهذا الاتجاه نعم طيب السؤال المطروح دكتور عثمان لماذا أصلا هناك إسلاموفوبيا في هذا العالم بطبيعة الحال إذا أردنا نتحدث عن إسلاموفوبيا هناك أسباب كثيرة وعندما نتحدث عن الإسلاموفوبيا في الغرب في أوروبا أو في غيرها من الأماكن لعل من أبرز الأسباب هو المنتج الإعلامي الغربي الذي ينقل صورة الإسلام بطريقة خاطئة أو بطريقة مشوهة مقصودة فعندما يحصل حدث ما في مكان ما فإن هذا الإعلام ينظر إلى هوية هذا الشخص وإلى جنسيته أو إلى ديانته مجرد أن يكون مسلما ولو غير ملتزم بالإسلام يوصف مباشرة بأنه إرهابي أو متطرف أو عنصري في مكان ما أما لو ارتكبت جريمة كبيرة كالتي ارتكبت مثلا في نيوزيلندا أو كالتي ارتكبت أيضا حتى في كندا هناك عدد من الجرائم وربما هذا ما دفع الحكومة الكندية أن تأخذ هذه الخطوة باتجاه تعيين ممثلة لمكافحة الإسلاموفوبيا في كندا هذا الشخص لو كان غير مسلم فمباشرة نذهب إلى أنه مريض نفسيا ونبعد عنه شبهة كل هذا الإرهاب أو التطرف مع العلم أن دراسات وإحصاءات تتحدث عن أن نسبة كبيرة من أعمال الإرهاب التي تحصل على أرض أوروبا بشكل خاص والغرب بشكل عام يقوم بها غير مسلمين يعني هناك تقريب قرأته منذ فترة تقريب صحفي يتحدثون عن أكثر من 90% من الجرائم الإرهابية التي ترتكب على أرض أوروبا بشكل خاص يقوم بها غير مسلمين النسبة الأخرى المتبقية يقوم بها من ينتسب إلى الإسلام وربما لا يعرف عن الإسلام إلا القليل إذن الإعلام المعادي لهذا الإسلام اثنين لا يعني نستطيع أن نقفل أن هناك هجرة كبيرة من المسلمين ومن العرب إلى الغرب بشكل عام هذه الهجرة أيضا جعلت خوفا لدى البعض على تغيير الهوية الثقافية لأوروبا فضلا عن الهوية الدينية لأن المهاجرون وصلوا بإعادات كبيرة إلى هذه البلاد يحملون معتقدات ويحملون ثقافات معينة فهذا أحد الأسباب أيضا هناك أيضا بعد اقتصادي لا نستطيع أن نغفله هذا البعل الاقتصاري نتيجة الأزمات الاقتصادية 2008 وما نعيشه الآن ينظر الأوروبي أو الغربي في مكان ما يرى ربما أن فرص العمل قلت أو أن المساكن قلت أو أن المساعدات شحت نسبيا بسبب هذا الوجود الإسلامي أو الوافدين من أماكن أخرى أضف إلى ذلك أيضا أن هناك تصرفات المسلمين في الغرب هناك بعض المسلمين للأسف الشديد سواء من خلال الخطام الذي يرفض الآخر كما تعرف هناك مكونات فكرية وثقافية وثقافية في المجتمع الإسلامي أن هناك من يعتبر أن غير بلاد المسلمين هي بلاد يجوز لك أن تفعل فيها ما تريد تأخذ أموالهم وغير ذلك أيضا هناك من يقوم بأعمال فيها الشغب فيها مشاكسات وهؤلاء للأمانة قلة دكتور عثمان وهنا أسألك حول البعد السياسي ربما تشعر وكأن هناك يعني أنت تحدثت عن الإعلام الإعلام بشكل أو بآخر هو واجهة للإرادة السياسية تشعر وكأن هناك إرادة سياسية في الكثير من البلدان الغربية لتشويه الإسلام وتحميله أعباء كل المصائب في هذا العالم بطبيعة الحال كانت هناك أحداث الحادي عشر من سبتمبر ربما هذه كانت الشعر التي قصم الظهر البعير وكانت المادة الدسمة الأساسية لهذا الإعلام الغربي ليصور المسلمين بأنهم إرهابيون إضافة إلى الخطاب الذي تتبناه بعض طيارات العنف أيضا بأن استهدافهم للبلاد الغربية هو استهداف مشروع وأنه ينبع من عقيدة إسلامية أو خلفية إسلامية وأيضا الآن ما وجدناه خلال السنوات الأخيرة من ظهور بعض الجماعات التي تتبنى العلف سواء في سوريا أو في العراق تنظيم الدولة تقصد تنظيم الدولة الإسلامية هذا بشكل أو بآخر أيضا هناك أعمال حصلت في لندن في بلجيكا في أماكن متنقلة في الغرب أيضا قام بها أشخاص من خلال تصويرهم لهذه الأحداث أنهم يقومون بها من خلفية إسلامية هذه أعطت مادة دسمة لهذا الإعلام الذي يشوه حقيقة أن يريد أن يشوه صورة الإسلام والمسلمين في هذا الغرب نعم وهناك استغلال طبعا لبعض الجهات في هذا الأمر دور المسلمين تحدثت عن قلة من المسلمين ربما تشوه أحيانا صورة الإسلام والمسلمين دور المسلمين في توعية الناس في الغرب في العمل على تقبل الناس لهم دعنا بالأول نحدد حقيقة هذا العمل هذه الإسلاموفوبية هذه المعادات للإسلام وكراهية المسلمين ومعادات هذا المكون الأساسي والذي يشكل أصبح يشكل الآن مكون حتى ثقافي وتاليقيا أيضا أوروبا ليست يعني مكون مسيحي فقط هي مكون من خليط من هذه الأديان وجزء من هذه الثقافة الثقافة الإسلامية أيضا أحد مكونات هذا المجتمع الغرب والمجتمع الأوروبي لدينا يعني مجموعة من الفئات هناك مجموعة حاقدة فعلا على الإسلام وتعالي هذا الدين والمسلمين من خلفية عقدية وهؤلاء قلة قليلة هناك فئة تريد أن تصد إلى الحكم من خلال الخطاب الشعبوي وإثارة منطقة الإسلاموفوبية لتخويف الغربيين من المسلمين وبالتالي أن يستثمر ذلك في صراديق الاقتراع وهذا لحظته أيضا في أكثر مما كان في كونسا وحتى في السويد حتى أصبح اليسار خطابه أشد ومتشددا أكثر من اليمين واليمين المتطرف هذه فئة أخرى أو سبب آخر الفئة الثالثة هم الجاهلون بحقيقة هذا الدين والذين ظل لهم الإعلام الغربي الذي يشوي صورة الإسلام عن قصد أو غير قصد وهؤلاء هم الشريحة الكبيرة جدا جدا الحل أن نصل إلى هؤلاء الناس أن نصل إلى هؤلاء الناس من خلال خطاب واعي متوازن أن يكون لدينا إعلام إعلام يخاطب الناس بلغتهم بطريقة تفكيرهم بمنهجية حياتهم وليس بالخلفية العربية أو الشرق أوسطية إنما بلغتهم وبثقاف خاطب الناس على قدر عقولهم هذا الإعلام ينبغي أن يتوجه إليهم يعرف من هم المسلمون ما هي عقائدهم ما هي قيمهم هذه القيم التي شوهت على مدى معين من التاريخ وما تزال تشوه حتى الآن تعريف قيم الإسلام المتعددة الكثيرة الرحمة العدالة الاجتماعية التسامح الحوار الانفتاح على الآخر الأمانة هذه قيم عظيمة جدا حتى يحتاجها الغرب ويفتقدها الغرب أيضا أن نعرف في إنجازات المسلمين أنا أجول في عدد كبير من ملدان الغرب هناك إنجازات كبيرة للمسلمين سواء في مساعدة المحتاجين وفي تنمية المجتمع في أبعاد اقتصادية وعلمية وثقافية ومعرفية والتربوية لكن هذه المنجزات يعني في زاوية معينة نحن نحتاج إلى إبراز هذه المنجزات أيضا نحتاج إلى هذا الإعلام الهادف لرد الشائعات هناك شائعات كثيرة تستهدف الوجود الإسلامي في الغرب أيضا نحتاج إلى هذا الإعلام ليرد هذه الشائعات خاصة وللأسف شديد أن هناك كيانات إسلامية ودول إسلامية تضخ أموالا طائلة في السوشال ميديا في الإعلام حتى أنهم يشترون كتابا غربيين من أجل ضرب تيار واسع من المسلمين والإسلاميين في الغرب فهذا حاجتنا إلى هذا الإعلام لتحقيق كل ذلك وأنا أقول لك باختصار شديد نحن الآن في السويد نواجه الآن تحديات كثيرة جزء منها هو غياب هذا الإعلام الهادف النقطة الأخيرة هو سلوك المسلمين أنفسهم يعني هذا اسمه محمد اسمه علي اسمه عثمان اسمه عبدالإله وهكذا هؤلاء المسلمون الذين بين يعني مزدوجين هم مسلمون بالهوية لكن ممارساتهم بعيدة جدا عن قيم وأخلاق المسلمين نحن نريد أن نظهر هذا الإسلام من خلال ممارستنا خلال قيمنا من خلال علاقتنا بالآخر هناك في آسيا إندونيسيا وغيرها أكبر الدول الإسلامية اليوم دخلوا الإسلام من خلال أخلاق المسلمين صحيح وسيرة المسلمين صحيح وقيم هذا الدين العظيم طيب طالما تحدثت عن الإعلام والإعلام كما هو معلوم بحاجة إلى إمكانيات ضخمة هنا السؤال حول دور الدول العربية في مساعدة مسلمي الغرب في محاربة الإسلاموفوبيا شوف هناك يعني أود أن تكون رسالة حقيقة لمن يتابع هذا البرنامج هذه القناة التي تنير حقيقة عقول الناس وقلوبهم عندما تذهب الآن إلى أي بلد إسلامي يحدثونك عن بناء المسجد فقط نعم ولا ينتبهون إلى أن هناك ما هو أهم من بناء المسجد وجوع الاعطيان أرض مسجدا وطهورة نعم والمساجد كثيرة والمساجد أيضا كثيرة نعم إلي تذهب الآن إلى بقعة جغرابية وهذا جميل الحمد لله رب العالمين لكن الذي يكون الإنسان ويقوم هذا الإنسان ويربي هذا الإنسان هو هذا الإعلام وأيضا الآن نرى فتاوة حتى للعلماء والمجمعات الفقهية تجيز دفع الزكاة لهذا الإعلام أيضا نعم لأنه هو منبر للدعوة إلى الله عز وجل للتعريف القيم الإسلامية ونحن نعلم أستاذ زياد يعني كما يعلم سادة مشاهدون أن الغرب حاجة ماسة وملحة لهذا الدين العظيم الغرب الآن وكثير من الدول الأوروبية يسيطر عليها الإلحاد في خواء روحي في أمراض اجتماعية ليس هناك أخلاق حقيقة في الغرب إنما هناك أخلاق اقتصادية انظر الآن لو قطعت الكهرباء عن منطقة معينة وهذه حصلت في شيكاغو يوما ما خلال دقائق بسيطة تنقلب المدينة رأسا على عقب إذن هذا الغرب يحتاج إلى هذا الإسلام حقيقة الأسرع في تقديم هذا الإسلام إلى الغرب إلى هذه الشريحة الكبيرة التي تحتاج إليه هو من خلال هذا الإعلام بالخطاب الذي يتميز بالحكمة يتميز بالموضوعية يتميز بالحرص يتميز بالمنطق والعقلانية ويفتح أيضا حوارا على مكونات المجتمع أعجبتني كلمة أو تعليق لسيدة السويدية عندما حصل قضية حرق المصحة وكان هناك تصريح لرئيس الوزراء السويدي يعتبر أن هذا عمل مشين وينبغي أن نتعاطف مع المسلمين قالت له ينبغي أن ننفتح على الإسلام والمسلمين لنتعرف عليهم أكثر هذا الإعلام يفتح هذه المساحة من الحوار أشكرك جزيلا دكتور عثمان عثمان الإعلامي والباحث بشؤون المسلمين في الغرب على حضورك معنا كما أشكركم مشاهدينا على حفظ المتابعة ألقاكم بخير